بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء العاشر من الفصل الخامس لمكره هندسة البرمجيات في الجزء ده جماعة هنتكلم عن موضوع اسمه Generalization أو التعميم بغرض التبسيط يعني إيه الكلام ده جماعة يعني إيه كلمة Generalization Generalization دي بقول لك ده هو تقنية عامة بنستخدمها في حياتنا من أجل التبسيط وإيه ونقلل من درجة تعاقد النظام يعني إيه يعني مثلا لو فيه كلاس عام وفيه كلاسات فرعية لها نفس أو قريبة من نفس مواصفات الكلاس العام ممكن أقول إنها دي هات إيه إن الكلاس العام ده General وإن الكلاسات الفرعية دي هات هي إيه كلاسات sub من أو مجموعة فرعية منين من الكلاس العام فعشان كده بنقول مع بعض Generalization is an everyday technique that we use to manage complications بنحاول بكل إمكان نتغلب على التعاقد النظام ونحاول نبساته باستخدام التعميم أو Generalization طيب وده هيخلينا إن إحنا نقول إيه إن فيه بعض الكلاسات تقليها صفات مشتركة هذه الصفات المشتركة ممكن نعممها في كلاس رئيسي have some common characteristics طيب نشوف مثال مع بعض بص كده على المثال دوت لو أنت عندك مثلا دكتور ككلاس الدكتور دوت مش ممكن يكون منه بعض الكلاسات الفرعية زي مثلا hospital doctor دكتور مستشفى أو general practitioner أو ممارس عام مش اللي اتنين دول يا جماعة معلوم نفس صفات الدكتور في الحالة ديت بنقول إن دول إيه إن دول أحد الكلاسات الفرعية من الكلاس الرئيسي ويبقى كده أنا عملت حاجة اسمها Generalization تعميم وضحت إن فيه كلاس رئيسي وتحته كلاسات فرعية طيب يا جماعة مش ملاحظين حاجة إن رسمي يتم عن طريق السهم زي ما أنت شايف كده رأس السهم نحية الجنرال الجنرال كلاس وقاعدة السهم بنتفرع منها المين للسب كلاسات الفرعية طيب نشوف مثال كمان الهوزبتال دكتور ممكن يكون تحته اتنين كمان اتنين كلاسز ممكن يكون team doctor و consultant والاتنين لهم نفس صفات مشتركة مع مين مع الكلس العام اللي هو هوزبتال دكتور وبرضو عشان أقول إن ده كلاس فرعي من كلاس عام بعمل سهم زي ما أنت شايف كده رأسه عند الكلس العام والقاعدة بتاعته عند مين عند الكلسات الفرعية وكذلك team doctor يا جماعة معاي كلاس عام وتحته برضو عدد من الكلسات الفرعية trainee doctor و qualify doctor طيب الدكتور والايه ها والهوزبتال doctor وال general practitioner ده شكل هيكلة عام يا جماعة هل ممكن يبقى فيه شوات تفاصيل قد تعالي نشوفها مع بعض يعني ممكن بعد كده نشرح تفاصيل أكتر على كل كلاس نقول إن الدكتور دوت له صفات وله أفعال مش كده يعني الدكتور له name و phone و email وأفعال register ودي register يسجل وإيه ويزلي التسجيل طيب وبردو الكلسات الفرعية ممكن برضو نعمل لها كده نعمل لها صفات وممكن برضو تزود لها أفعال يبقى إذن عايز أقول لك إيه بقى هنا عايز أقول لك إن التعميم لا يلغي إن إحنا نرسم الصفات والأفعال اللي إحنا تعودنا عليها قبل كده لكن مزيد من التوضيح مزيد من الإيه ها مش شرح إن هذه الكلاسات لها صفات مشتركة مع الكلاس العام اللي إيه إيه الأساسي اللي بتمتلك هذه الصفات إيه الخاصة بي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة